النهاردة الاختيار وقصص الاختيار لما السيد جمال علام يطلع يقول احنا اخترنا على هذا الاسس عشان ما عنديش فلوس فانا باختار بالشكل ده طب تعالوا افكر حضراتكو بوقت انتخاب هذا المجلس من البداية الانتخابات تعالوا افكر حضراتكو بالقيمة اللي كانت نزلة قدام الاساس جمال علام دي القيمة قيمة الاساس جمال علام اللي على اليمين استاذ جمال علام وستاذ خالد دارندالي كابتن حزم امام وكابتن محمد براكات عامر حسين سادة اللوح علمي مشهور ما استاذ محمد ابو الوفا دكتور اهاب الكومي الاستاذ دينا الرفاعي طيب القيمة اللي كانت نزلة اصادها قيمة الاساس محمد ابراهيم محمد ابراهيم رئيس نادي بولاء الدكرور والاساس محمد حسني مركز شباب سهاج ومحمد حسن عضو نادي طهطة مؤمن زكريا كان لعب كرة سابق بالدرجة التانية وسامة البولوم لعب كرة قدم بالدرجة التانية مصطفى خليفة لعب كرة سابق بالدرجة التانية اسلام عبد رب النبي لعب كرة قدم سابق بالدرجة التانية وحمد ابو الدهب ان فينا عثمان عتمان هي دي القائمة اللي كانت نزلة في الانتخابات هل دي كانت انتخابات وقتها لصالح الكرة المصرية ناس جاية تخدم فعلا هل النهاردة الوزير سامح فاهمي لما كان مشاكل لجنة او مشاكل قائمة عشان انتخابات تحاد الكرة المصري وتسحب وجات القائمة دي قدام السادس جمال علام هل ده كان نصالح كرة القدم المصرية لو احنا عايزين نصلح للأسف عندنا سلبيات واخطاء كتير لازم نشتغل كتير علشان نصلح لو احنا عايزين نصلح لازم البداية قطاعات الناشئين فين النهاردة الخبير او المدير الفني لاتحاد المصري لكرة القدم اللي بيخطط النهاردة الاتحاد اعلن عن المسابقات خلال السنة القادمة طب فين المدير الفني اللي كان مفروض ييجي من بدري علشان هو اللي يعلن الخطة القادمة مش خطة سنة احنا بنتكلم فاربعة وخمس سنين قادمة فين المدير الفني فين المدير الفني للمنتخب الولمبي ما شكلتوش ليه من بدري عشان يتابع الدوريات ويعمل معسكرات بدل ما تفاجئ بمباراة رسمية فين النهاردة الاساس بتاعي والنهاردة كان ليا سؤال مع الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الدولي لكرة اليد سألته سؤال محدد طبعا دكتور حسن حضرتك كنت صاحب النهضة في كرة اليد المصرية وبدأنا نكون موجودين على العالمية لما نشوف منتخب اليد النهاردة المصر حاجة مشرفة عايزين نبتدي في كرة القادمة نبتدي منين؟ قال لي حاجتين حاجة الاولى لاهتمام بقعدة الناشئين الحاجة التانية يكون عندك دوري منتظم دوري ممتاز منتظم عشان يبقى عندك مسابقة قوية الفكرة مش فكرة محترفين ارجع كده بالتاريخ الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة اللي احنا دايما بنضرب بهم المثل كان القوام الرئيسي من المتخب مصر تسعين في المية من الدوري المصري لما كان عندك دوري قوي لما كان عندك مسابقة فيها اربعتاشر فريق وستاشر فريق مش تمنتاشر وعمالين حشي في اوقات وكل يومين مباراة وكل تلت يومين مباراة ولعبها مجهدة ولعبها بتسافر من افريقيا للمنتخب وترجع للدوري بعد عشان تلعب واجه النهارده النادل اهل بكرة يلعب من غير لعبته الدولية علشان كلها جداول الاسف ما بتخدمش كرة المصرية الاساس اساسا غلط حاجة تانية منظومة التحكيم والمصيبة الكبيرة اللي ظهرت الجواب اللي احنا اللي دخل الدورج وراح للوزير نواقص تخبط الاسف وعشوائية علشان كده لما انا بدأت حلقتي النهارده وببارك للمنتخب التونسي علشان تشوف التخطيط تشوف المنتخب التونسي اللي تبنى النهارده مشروع قومي في الجامعة التونسية او في الاتحاد التونسي اللعيبة اللي بتجمع بين جنسيتين حنة باعل اللعيب اللي بيلعب في منشستر يونيتد اللي بيلعب دلوقتي في المنتخب التونسي كان بيحمل جنسية تونسية وجنسية فرنسية النهارده حارب الاتحاد التونسي عشان يجيب اللعيب ويضموا المنتخب التونس وكان مكسب كبير هي دي الناس اللي تستحق تكون موجودة على الكرسي علشان منتخب بلدها نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم